للأقلام كم ملي يفضل للشرح 3 ملي والتمرين 2 ملي طبعا بالنسبة للإخوان المبتدئين ممكن نستخدم أقلام جاهزة للكتابة سواء ماركو تروكو أو غيرها في شركات ثانية أقلام جاهزة 2 ملي للتمرين هذا المبتدئ صحيح إذا تقدم الطالب تحسن خط ومستوى ممكن نبدأ يستخدم الأقلام هذه هذا الطقم مجموعة رؤوس يعني في أكثر من مقاس في الطقم هذا طبعا إذا الطالب يتعود على الكتابة بـ 2 ملي يمكنه يستخدم الثلاثة أو أكثر من الثلاثة أو أقل من الثلاثة طبعا هذا الأقلام للمتقدمين وفيها تابعة يعني عبد الحبر نعم تابعة جاهزة أو أنه ممكن يأخذ الحبر لوحده وتيجي علبة زي المحبر رسمونا تمام إذن البداية بهذا القلم اللي هو 2 ملي الجاهز معبه وجاهز طيب